أم وأسأل التاريخ ومحذف الوطائع عن جواب أم وأسأل التاريخ ومحذف الوطائع عن جواب لما تمت البيعة ليزيد بموت معاوية ذلك سنة 61 أو سنة 60 من الهجرة سنة 60 من الهجرة تمت البيعة ليزيد ابن معاوية ترى هل كان يزيد أهلا للخلافة أو ليس كذلك امتنع عن بيعة يزيد شخصان مهمان أولهما عبد الله بن الزبير والثاني هو الحسين بن علي هذان الشخصان امتنع عن بيعة يزيد فالحسين لم يبايع وعبد الله بن الزبير لم يبايع صحيح أن البيعة تتم بالأكثرية وتمت البيعة ليزيد وانتهى الأمر لكن يبقى أن هذين الشخصين وهما الحسين بن علي رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن هذين الشخصين يبقى لهما ثقل ولهما مكانة بين الناس طلبت منهما البيعة فامتنعا فأرسل يزيد إلى والي المدينة أن ألزمهما بالبيعة يعني يبايعان رغما فكلم عبد الله بن الزبير وقال له بايع لا بد أن تبايع لا يمكن أبا أن تترك هكذا لا بد أن تبايع فلما رأى عبد الله بن الزبير أن الأمر جد وأنهم عازمون على أخذ البيعة منه ولو قهرا فقال أنظر أمري إلى الغد ومن الفجر هرب رضي الله عنه من المدينة إلى مكة ووقع من الحسين كما وقع لعبد الله بن الزبير أيضا جئ إلى الحسين وقال له بايع فقال أمهلني وأيضا من الفجر خرج من مكة من مدينة إلى مكة فاستقر عبد الله بن الزبير والحسين من العلي في مكة والي مكة كان أليا وأرحم من والي المدينة فلم يجبرهما على بيعه وتركهما في مكة يزيد ترى هل كان أهلا لهذه الخلافة بغض النظر أنه يوجد من هو غير منه وكذا لكن تهم يزيد باتهامات أخرى ويقضي أنه كان يشرب الخامر قضية أنه كان يزني قضية أنه كان يلعب القرادة وغير ذلك من الأمور بل أنه ذكر البعض عنه كفرا شنيعا يعني بعضهم ذكر عنه أنه قال أبياتا من الشعر أنه قال ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل يعني هذا لما وقعت الحرة لما قتل من الأنصار يقول قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل أي انتقمنا من فعلهم بقريش يوم بدر ولعت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل هذا كفر وشرك هذا لا يمكن أبدا أن يقع من يزيد أبدا مستحيل أن يقع نحن لا نحب يزيد بن معاوية لكن الحق حق والحق وحق أن يتبع لكن لا نكذب عليه وإنما نقول ما وقع بالضبط ولذلك محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسين وأخو الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين محمد هذا في سنة 64 لما خرج أهل الحرة على يزيد محمد علي بن أبي طالب جاءه أهل الحرة يعني أو سنة 63 نعم جاء أهل الحرة لهم أهل المدينة وقالوا له أن نخرج على يزيد بن معاوية فتخرج معنا قال لماذا تخرجون عليه قالوا إنه فيه كيت وكيت وبدد ويطعنون فيه قال والله لقد دخلت عليه يعني زرته أنا في الشام فرأيته يسأل عن السنة حريصا على الصلاة يسأل عن الخير يعني مدحه بما يعرف الذي هو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسين فقالوا له اتقاك يعني استخدم معك التقية فقالوا وماذا رجى مني أو خاف يعني هو الخليفة لماذا يتقيني؟ من أكون أنا حتى يتقيني؟ ما الذي يرجوه مني وما الذي يخافه مني؟ قالوا إنه يشرب الخمر قال هل رأيتمه؟ إن كنتم رأيتمه فقد شاركتمه إن كنتم رأيتمه يشرب الخمر إذن شاركتمه سكتتم عن ذلك إن كنتم رأيتمه فقد شاركتمه وإن لم تكونوا رأيتمه فلا يجوز لكم أن تشهدوا بما لم تروا قالوا هو عندنا كذلك ولو لم نره فقضية إنه عندنا كذلك ولو لم نره قال أبى الله ذلك على أهل الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قالوا إذن تأمر ولدك يخرجون معنا قال سبحان الله لا أخرج معكم ثم أمر ولدي لا والله لا أخرج معكم ولا أمر ولدي بذلك فامتنع رضي الله عنه ورحمه فهذا بالنسبة ليزيد ابن معاوية من حيث كون الرجل كان صالحا أو غير صالح على كل حال سيكون حديثنا عن يزيد ابن معاوية وخلافته إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير أهلا وسهلا بكم وحياكم الله تبارك وتعالى ذكرنا أن الحسين بن علي وعبدالله بن الزبير امتنع من البيعة إلى يزيد ثم خرج من المدينة إلى مكة سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي لم يبايعه وأنه خرج من المدينة إلى مكة فأرسلوا إليه مباشرة تعال نحن نبايعك نحن لا نريد يزيد هم كانوا لا يريدون معاوية لكن ما وجدوا من يعني يدفعهم إلى ذلك لكنهم وجدوا في امتناع الحسين من بيعة يزيد فرصة أن يطالبوا بأن يكون يزيد أو يكون الحسين هو المبايع له لكن الحسين لم يقل شيئا في خلافة معاوية بايع وسلم لمدة عشرين سنة لم يقل شيئا لكنه امتنع عن مبيعة يزيد إما كما ذكرنا لحال يزيد وأن هناك من هو أولى منه أو أنه لا يرتضيه خليفة أو للطريقة التي ختير بها يزيد ألا وهي الوراثة بعد معاوية أبيه رضي الله عنه أرسل أهل الكوفة إلى الحسين تعال نحن نبايعك أنت وجاءته الكتب تترى حتى إنه قيل وصله أكثر من خمسمائة كتاب كل كتاب يقول له بايعناك 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 فأرسل الحسين بن علي رضي الله عنه ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى العراق لينظر الأمر وخرج مسلم بن عقيل إلى العراق والكوفة بالذات دخل الكوفة بدأ يسأل من عند من الأمر فدل على بيت هانئ ابن عروة وإذا هانئ بن عروة يستقبل مسلم بن عقيل خير استقبال وتتم البيعة للحسين في بيت هانئ بن عروة واستمر الأمر فترة بعض أهل الكوفة سمع بهذا أنه تتم البيعة للحسين في بيت هانئ بن عروة فذهب إلى النعمان بن بشير وهو والي الكوفة في ذلك الوقت فأخبره بذلك فلم يلقي ذلك بالا ولم يهتم النعمان بن بشير فبعض الناس ذهب إلى يزيد في الشام وقال إن في الكوفة حركة وهناك من يباعي للحسين وأخبرنا النعمان بن بشير فلم يحرك ساكنا عندها مباشرة أرسل يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد والي البصرة وقال له وليتك الكوفة مع البصرة وعزل النعمان بن بشير دخل عبيد الله إلى الكوفة ليلا فظن الناس أو بعض الناس أن هذا الداخل هو الحسين بن علي ودخل ملثما فصاروا يسلمون عليه أهلا بابن بنت رسول الله فعلم عبيد الله بن زياد أن الأمر جد دخل الكوفة بدأ يعني يرسل جواسيسه حتى يعرف عند من يدار هذا الأمر فأرسل خادما عنده يقال له معقل أرسله بثلاثة ألاف دينار سأل الخادم حتى بلغ بيت هان بن عروة فجاءهم على أنه رجل من الشام وأنه معه ثلاثة ألاف دينار من الشام مساندة لمسلم بن عقيل قد يقول قال طيب ما يعرفون الشام من العراقي لا في السابق ما يعرفون أشباه واحدة واللسان واحد الآن العراقي له كلام والشام له كلام وهذا له أشباه أو الأشباه واحدة تقريبا بس الكلام في السابق لم يكن يختار كلهم يتكلم من اللغة العربية الفصحة اشتركوا في القناة